طيب السلام عليكم معاكم شاد العبادي هذا الفيديو الاول سلسلة او مجموعة مقاطع بتناول فيهم اهم المواحل بحياتي واعتقد في بعض الناس بيهتموا بهذه النوعية من الفيديوهات لانه كثيرا ناس بعثوا له وسائل ومسيجات انت كيف بلشت بليش اصلا انتجهت لها المواضيع طب انتو عمك صغيرة طيب عشان اختصر على حالي قلت بعمل سلسلة فيديوهات واي حدا عنده فضول يعرف مين شادي او ليش شادي مثلا بيحكي بالاديان او ليش شادي مااخذ كل هاللخبطة بالدين زي ما بيحكوها او ليش شادي مثلا توجه للحادثية اعتقد هاي السلسلة هتعجبوه طيب تبلش قصتي انا بظل اسمع اسماء يعني كنت مثلا اطلع احيانا على المدرسة طبعا ما كنت نوقع عن التعليم لفترة طويلة ولكن لما كنت احيانا نوقع على المدرسة كانوا دائما يحكوا اللهم صليع محمد موسى عيسى اسمع اسماء الانبياء بس كنت وانا صغيرة ما بعرف من هذول الناس بسمع محمد وعيسى وكذا بس ما بعرف منهم طبعا ممكن تتساءل طيب ليش انت هيك كنت معزول وما كنت تعرف عن الانبياء والدين والشغلات هاي وانت الصغيرة السبب برجع لعدة عوامل اول اشي احنا وانا صغيرة اهلي ما كانوش تقولي عن الدين كثير ما كان عندهم كلام بدين اشي اساسي بما حل الطفولتي هذا برجع لأكثر من السبب زي انه بعد ما انا انولدت بسنة ابو ينفصل من شغله حكيت عن هذا الموضوع بالفيديو تاع قصر لما انفصل من شغله كان لازم يشتغل هو يحاول يشتغل عبارة عشرين ساعة عشان يقضى يصيف عليه فكان يشتغل احيانا بعدة شغلات من هاي الشغلات مثلا اشتغل على البسطات كان يبيع البسطة وشغلات زي هيك وانت بتعرف كيف شغل البسطة طويل جدا واذا ما اشتغل جز ما يوكلش فكان دائما يطلع يبيع واتصى شغلات زي هيك فما كان عند اهلي وقت انهم يحكوا لعن الدين وشغلاتها ما كانش في وقت بنفس الوقت كمان كانت والدتي تحاول تساعد ابوي وكانت تشتغل بعضه وانا صغيرة فموضوع ان واحد يجي يحكيلي عن الدين جدا صعبة اما بالنسبة لموضوع المدرسة فما كنت شوحة المدرسة وانا صغيرة بسبب وضعنا المادي كمان اللي جدا تعيس وجدا سيئ كانت كنت انا اطلع عنه والدتي ونظل عند بيت ستي انا كنت اطلع عند بيت ستي اغلب طفولتي قضيتها عندها فعشان هيك ما كان حدا فاضي يقود يحكيلي دين وما دين وكذا يعني انا كنت اقول عن ستي طليت ظل هذا الموضوع ماشي لعمر 16 سنة فما كان حدا فاضي انه يقود يقولي عن الدين يعني يا ابو يموت من الجوع مثلا احنا نموت من الجوع ويترقوا شغلهم ويقول يحكول عن الدين يعني انهم يشتغلوا اما المدرسة ما كنت شوحة عليها كثير لانه انا كنت مسجل المدرسة انا فيها مسجلة بمحافظة وبيت ستي بمحافظة فكنت دايما عند بيت ستي واصلة كيفة ما كنت اغلب المدرسة دايما عشان هاي الموضوع كلها موضوعها كم سمع لعمر 16 سنة المهم بطفولتي زي ما قلت كنت اظل اسمع اسمال الانبياء والاديان وما كان عندي فهم من هاي الشخصية فجأة وابوي طبعا قلتها كان يشتغل عبسطة فلما كان يشتغل عبسطات وكذا كان احيانا يجيب اشاطة كان عندنا ديفيدين احنا حتى ستيلايت صحيح ستيلايت وتلفزيون وقنوات وتفتح قنوات دينية ما كانش موجودة كان عندنا ديفيدين يعني بتجيب السيدين للي ما رحق هاي الشغلات بتحطه فيه بس افلام وشغلات زي هيك فما من الموات ابوي جاء بمجموعة اشاطة زي ما قلتها بيشتغل ببسطة فكان يجيب هيك اي يشتغل مجموعة مع بعض بيكون مثلا بليار بتشتغل قدس اشاطة انت وحذك عاد شو ما يطلع يطلعهم فما من الموات كان في اشاطة مهم كان من بناتهم اشاطة بتحكي عن الديان المسيح افلام عن يسوع المسيح وكذا وموجودات على النتة الافلام موجودة يعني على يوتيوب حتى فالمهم انه انا صغيرة بالعمر قعد تحضاهم وعرفت ان هذا الزلم اسمه يسوع قعد تحضاهم وكذا ومن يومها بلش عندي اهتمام بالمسيحية والاديان وكذا وهذا الموضوع صامت انه عمره 11 سنة هنا كان اول احتكاك الي بالدين بشخصية يسوع المسيح وبلشت اهتم بها المواضع من هذا العمر بعد لما صارعه من 12 سنة بالضبط ابوي جاب انجيل حدث هو معي لوواضة نسخة العابية المبسطة للكتاب المقدس هي ابوي جابها بعض ابوي ما كان شافنا هذا انجيل ابوي جاب كثير كتب عشان يبيحهم وكان يجيب بضاعة بعدين يبيحهم فلما جاب هذا الكتاب انا اخذته من بين الكتب قعدت اتصفه عليه زي هيك القتب اكتب فيه كلمة يسوع وانا كنت شايف قبل افيلم عن يسوع فاخذت هذا الكتاب يوميت قعدت اقابل الكلام وقعدت احكي اه هذا هو موسى اللي يحكي عنه هذا هو الباهيم اللي يحكي عنه هذا كان نحكي عنه عمر 12 سنة تماما وما كنت استفهم انه الاديان بتختلف عن بعض حتى كنت صغير بالعمر كمان كتب فامي قاعدت جنبي هذا الكلام زمان زمان فولدتي قاعدت جنبي وصار تقى بالكتاب وتقول لي شو مكتوب فيه يعني تقالي الكلام يعني هيك حابة كانت انه قعدت جنبي وهي تقالي زي قصة فكعت لانه ما سوم ولد صغير وزلمة كبيرة حاضنه فكعت انه قصة اطفال عاد الزلمة الكبيرة اللي حاضنه بالنسبة لي ان الولد الصغير هو يسوع كان في صلاة الكتاب بس ما مابتو عفى باي الشغلات فقاعدت قول لي تقى الحاكي المكتوب بالكتاب وتحكى استخفاء الله العظيم شو مكتوب هادون استقابت من الحاكي اللي مكتوب بالكتاب غال نجيه كتاب ثاني ماعصوم علي يسوع كأنه هو كتاب للأطفال بس للمسيحيين فهذا تقول لي استخفاء الله العظيم بعدها تقول لي لا هاهم مسيحيين هاهم استخفاء الله يجب بعد أن حكيت لأبوي جابل للولد كتاب مسيحيين يوميسا سألت أمي شو مسيحيين هذول قالت لي هذولا هذا دين ثاني كويسين هم أمي عفقها كثيرا مش متعصبا يا هين قد قل مسيحين كويسين بس إحنا ديننا غا عن دينهم أنا من هنا فهمت أنه في أديان بالموضوع خلال هاي الفترة كما كنا نعاني كثيرا من قصة قلت المال وكان وضعنا كثيرا زبعة لصدقا وأنا صغير وسعيتها كمان وقع بإيدي كتاب دين الإنسان وكذا واتصافات المسلمين عاطلة وإحنا هاينا فقوا وحالتنا حالة وحياتنا صعبة فأكيد أنه الأغلب هذول ما أخذينه من دينهم هيك كان مخرة كنت صغيرة كنت أفكّى أنه إحنا حياتنا صعبة وما حدا بيساعدنا لأنه أغلب الناس مسلمين فإذا الإسلام هو السبب كنت صغيرة بالعمار هيك فكاتي فالمهم وقع بيدي كمان كتاب دين الإنسان وكتاب دين الإنسان خلينا نعيد نظرتي بالأديان ودوها أكثر طبعا قرأت شغلات بالأديان بس مش مؤثع اللي قطع فيه كتاب دين الإنسان ومن خلال كتاب دين الإنسان جبت مصحف اللي هو هذا المصحف الآن جبته وانا صغيرة هاذا بس قرأته قرأته هيك حبيت أعرف شو القرآن مكتوب فيه دائما طبعا سأيتها كنت مسلم قدام الناس بس أنا من الداخل مش فاهم أنا إيش مهم يعني قرأته ولما قرأته القرآن أول ما 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 اقتنعتش فيه وقلت له هذا الحقيق قبل هيك أنه هذا الكتاب مش كتاب إجرام زي ما بيحكوا عنه بالعكس أنا لاحظت من القرآن لما يتكلم عن القتال والشغلات هاي بيكون في الأغلب يتكلم عن الحاب مثلا لما تقال آيات كاملة بسياقها بتفهم إنها عن الحاب يعني أنا هذا اللي فهمت وستنبطه أول ما قات القرآن هز طبعا نظرتي اختلفت كثيرا في بعض الآيات كمان بالقرآن خلتني أقول هذا كيد الكتاب ممكن من عند الله زي مثلا الآية اللي بتقول وإن الذين يكتبون الكتاب بأيديهم والآيات من هاي النوعية قعدت تحكي بين وبين حالي وطبعا كنت قائد كتاب فرس السواح وفاهم إنه فيه تحريف بالكتب الأديان وفيه تلاعب ومناظر حكيم فكتاب فلما قائدت القرآن بسبب فرس السواح افهمت إنه القرآن بقول وإن الذين يكتبون الكتاب بأيديهم افهمت إنه بيحكي عن إنجيل وإنجيل وإنجيل ومحافين طبعا لما جاءت التفسير أفت أن هذا الكلام مش صحيح ومش دقيق ولكن لما كنت صغير هذا اللي صامعي ما كنت كتاب متطلع ففهمت إنه بيحكي عن التراول إنجيل ومحافين قعدت تحكي بين وبين حالي طب محمد عليه السلام طبعا كيف عارف هاي المعلومات أكيد إنه نبي هيك كانت عقليتي كنت صغير بالعمال هذا اللي فهمته يعني صدقا بس الكتاب ككتاب ما اقتنعت فيه المحتوى ما عجبني صراحة أول ما قائته حسيته مش منطقي مش مرتب كلام اللي فيه بكتابي دايق اسلبه جدا سيئ بس لما قائته قلت قاعدت تحكي أنا لازم أوحى الدليل أنا شو بدي بهذا الحكي قلت فيه أدلة دينية أوكي زي مثلا تحافي الكتب هذا صحيح كيف محمد آفة بالموضوع وهذا نهاية عقليتي كانت سعيتها يعني بعدها سجلت بنادي اسمه أكشن إيد كانوا يعطوا فيه كان هذا الحكي لما كان عام 16 سنة كان عام 16 سنة سجلت بماكز اسمه أكشن إيد تمام أكشن إيد هذا بعط لغة انجليزية ببلاش مجانا بعطوا لغة يعني تدريسة انجليزية ببلاش طبعا سعيتها كنت كمان كثيانة تعبان من الناحية الدرسية جدا سيئة يا كنت جدا سيئة بالمدرسة لإني ما كنت أغرب الوقت زي ما قلتها ببعد ستي ما بداوم أنا بلشت أداوم لما كان عام 16 سنة وعلى موضوع المدرسة صحيح أنا في معنومة ما قلتها بالمدرسة أنا دايما كنت أظل ساكت يعني ما كنت أشيحكي دايما أنا الطالب اللي قاعد بالزاوية اللي بظل ساكت وحكي شي شي هنا طبيعتي هيك بحب أظل ساكت بسموه خجول أنا دايما بكون خجول بالمدرسة بالشاعب ما بحبش أحكي كثيان ما بعاف أحكي حتى وتعامل مع الناس كثيان فأو أنا صغير ما كنت أتعامل كثيان مع الناس واضح إله دخل بوالدي يعني الله يا رحمه كثيان مشدد علي بموضوع التعامل مع الناس كان لإني أنا ابن الكبيرة كان خاف علي كان خاف علي بشكل جدا مبالغ فيه فما كانش خلينا أتعامل مع حدا لا أحكي مع حدا ولا أتعامل مع حدا كان خاف يعني إذا أنا قحيت ودينا على المستشفى حسب كلاب أمي كان جدا مانعني أني أخطلط بالناس وأحكي مع الناس فكنت جدا كيف بقوله حاط حالي بصندوق ومسكة على حالي وما كنت أتعامل مع الناس لحد طبعا مع عما السطاش كان أول احتكاك بينه وبين الناس ساعتها أخذت خطوة الإيمان خلينا نقول أمنت طبعا قبلها بعد الخمسطاش قبل سلسة عصر استيقاظي بفتا كنت يعني ها خلص قعدت أحكي خلص أنا هيك مقتنع بالدين خلينا أصبح مسلم بعدها كما شوفت الاستيقاظ زي ما قلت بعدين أجل تقاتب ناس والناس هذول خلوني أحكي لا والله هيا المسلمين كويسين هاي هذا الشخص كويس هذا الشخص الثاني كويس هذا بتعامل معي كويس ولكن كان التأثية الأقوى علي كان إنه في بعض الناس بأكشناد اعتباطه مصحابي كان أول أصحاب إلي بأعمالهم يعني ما بديش أتكار اسمهم طبعا كان لطيفة كثية وكانت عامل معي كويس كمان بشكل عام كان الكل مليح معي وأول احتكاك بينه وبين الناس ففقعت إنه بسبب ديانتهم يعني وكنت بعض صاحب كان لي صاحب كمان اسمه خالد كنت دائما الحدث صاحبي هو وعاد صاحب إلي بس بعضه يعني هو لا يحسب لأنه واحد وهناك كان أول ناس غاب وكذا فأحاول أقوله أنا إنه هذا الاحتكاك اللي صامعي هنا خلاني أخذ خطوة إنه لأ هاي الناس كويسين وهي ديانتهم خلاننا تشجع نقل قوان ما ثانية أجعت قراءته ما ثانية بس هالما قرأته على أمل إنه صح يعني بالأول قرأته أنا مش ما عندي حكام مسبقة ما ثاني قرأته لأ إنه أنا بدي يكون صح طبعا ساعتها كمان هذا الماكس كمان كان جايب ناسها جانب في وحدة اسمها سيلفيا طبعا هي بتهتم بموضوع التبشاء المسيحي وعندها قناة على يوتيوب بتغني فيها واحد اسمه كرستان كانوا الاثنين يحبوني يحبوني كثير يعني دائما كنت أجي كنت بحب أتعلم لغة إنجليزية وكذا كان نفسي أتعلمها عشان لما أجي مثلا أقدم تحنا تنجح فيهم فكنت دائما نروح عندهم وأقدم وكذا وكان يحبوني مسيحيين هما ولا حدا سأتابعهم هذا المهم الماكس كثير فادني بشغلات زي أن تعلمت اللغة الإنجليزية أحسن صد بقدر حكي شويت إنجليزي اتعرفت عن الناس ولكنه كان إشي محور بحياتي وخلاني إني فعلا أحتك بالناس وأبلش أتعمق أكثر بموضوع الأديان وأبحث عنه أكثر كمان وطبعا كلال هاي الفترة كلها لأنا حكيتها السلسل 16 وبصاشو والفترة تعيت تعلمت فيها ساطقة أكثر بالأديان وكذا ما كانش عندي نت أنا بالبيت إحنا بعض عشان وضعنا المادي ما كانش عننا في البيت حتى نت ولا هاي الشغلات أنا كنت كثير معزول بظل بالبيت ومعزول فلما صاد أطلق على النت اكتشفت أنه في شيء اسمه محلات النت محلات بتتعطيل مثلا نص ديناه مثلا بحط لك ساعة وبتلعب بالنت زي ما بدك فصاد شو أسوي أخذ معي فلاشة عن محلات النت ونزل فيديوهات لشيوخ ومشايخ وشغلات زي كذا وصاد أتابع كثير شيوخ وكثير ناس بيحكوا بالدين كثير ناس أجانب عاب كل اللي بيحبوا قلبك وحاول أتعلم شغلات من يوتيوب باجي بنزل مثلا بقعد بمحل نت ساعة بنزل مثلا كل إشي نزلوا الناس خلال الأسبوع وباجي بعدين بحظة بالبيت وبضل لحظة يومين ثلاث فموضوع النت كمان كثير فادي موضوع البحث والشغلات هاي بلاشت أحكي بموضوع الأديان باضوا على الفيسبوك وبلاشت أدافع عن الإسلام وكنت فعلا مقتنع سعيتك كثير كنت مقتنع كثير وكنت كان هايثا طلعت كي نطلع جديد وكنت مقتنع بالحكي اللي بحكوه لمشايخ مثلا بقتل المعتد والإعجاب كنت مقتنع يعني مقتنع مقتنع مش مزح يعني اقتنعت كثير وصا عندي إحساس أني لازم أدافع عن ديني لأنه أنا كمان بفهم بالأديان وقاتل بالمسيحية وقاتل بالأديان الثانية فصا عندي زي هم ديني صا عندي حب للدين كثير فبلاشت أدافع عن الدين كثير بشكل مبالغ فيه وعملت صفحة الفيسبوك لهذا الموضوع اللي هاي موجود عندي بس خفيت معلومات الشخصية لأنه سعيت كمان انحبس بعض المشايخ زي مثلا أمجة قاشة فأنا قاعدت أقول إيش هاسا بجوز يحبسوني أنا وانا صغيرة وما حدا إيلي بالدينية حتى أبوي يعني على قده يعني إذا أنا حبس ما دي يطلعني من الموضوع يعني وفعلا وصلني مسيجات أو كلام من بعض من الناس من قايب سعيتها أنه في ناس بدهم يحبسوني عشاني بشتغل مع داعش حكي فاضي يا أخي جد يعني مع أنه أنا ولد صغيرة بس بحكي شغلات عن نتكن مش ممول من حدا ولد أخبيص بس المهم يعني أنه سعيتها خفت أنا عن معلومات الشخصية فأخفيت معلومات الشخصية عن أي حدا وأي واحد كان يسألني عن معلومات الشخصية كنت أكذب عليه كنت أكذب كثير بهاي الفترة ظليت أكذب من سن السطعش وإنزل بمعلومات كلها الشخصية حتى لما وحت على الماكز اللي قلت لك عن اسمه كنت أكذب كثير سعيتها كمان لأنني كنت أستحي من وضع المادي وكنت أستحي كمان من كوني مش من جزئيش بالحياة لأنني كنت أصغية بالعمر وكان كان حياتي مش عاجبيتني بس يعني كنت أصغية وكل الناس اللي هناك بالماكز كانوا أغنية واللي كان يحكي سبع لغات واللي كان يعافي واسم وكذا وأنا ما عندي إشي إلا من أني بفهم بالأديان فسعيتها حسيت بنقص فكنت أكذب كثير سعيتها كمان هاي المعلومة كمان مهمة إن كنت أكذب ونصغية حتى المنشاطة على الفيسبوك وكان في أكذب بالعمدا عشان أخفي هويت السائية وكنت صغية وفعلا كنت غلطان بهالإشي وأنا بطلت وحالياس بحكي كل جبسة بطلت موضوع فالمهم يعني هاي بعض الأشياء اللي صارت معي بالطفولة يعني فكانت السبب بموضوع الأديان إنه الموضوع كله أجي صدفة يعني مع بعض يعني مني صارت أهتم وكذا وكل شيء أجي معي وقع معي كنت ساعتها متشدد يعني ظلت بالموضوع التشدد هذا فترة بالدين بعدها يعني وهذا الموضوع هنحكي عنه بالفيديو الجاي بكون أحسن ولكن هذا هو ملخص الأشياء اللي صارت معي بالطفولة يعني ما بدنا ندخل بالأعمق من هيك يالله سلام